سوّت علاني لغناي يا مستحق الغنا أجمل زاوية هي مساحة محتوى رقمي توثيقي بمختلف برامجه التي تعنى بالثقافة السياسة والرياضة والتراث والترفيه تستطيف هذه القناة شخصيات ملهمة من حول العالم لتروي قصصها وتجاربها الشخصية ماذا فعلت بنا؟ بنا وسائل التواصل وسائل التواصل فعلت بنا الكثير لكن أيضا فعلت بنا خير يعني ليس كل وسائل التواصل شر كثرة الإنتاج في الميديا هذا مجال للتنافس ودائما هذا يظل في البقاء للأفضل وسائل التواصل هي ربطت بين الناس هي سهلت كثير من حياة الناس أجمل زاوية محتوى يترك أثرا دائما بسم الله الرحمن الرحيم فيها عدد من النقاط وعدد من البرامج المتنوعة تحتم بكل تفاصيلنا السودانية وأيضا العربية والأفريقية أجمل زاوية أكيد هي صفحة لكل مشاهديها ولكل متابعيها في كل مكان في السوداني والقير السوداني نحن دائما نستلهم أفكارنا وأشياءنا من متابعتكم لنا وأيضا من مشهورتنا لكم ونشاوركم في كل شي كل شخص أكيد متمنى نستضيف حد وكل شخص أكيد متمنى نسأل سؤال ياريت الحاجات دي كلها تكون موجودة معنا في صندوق الوارد في صفحتنا في أجمل زاوية على اليوتيوب وكل الناس اللي بتشاهدنا أي سؤال وأي ضيف مرة بيك ممكن أن نساهم بشكل كبير فينا نجيبه ونستطيع نتحدث معه في المجال اللي هو متخصص فيه الليلة في أجمل زاوية أنا في عدد من كلنا متابعين السوشال ميديا والميديا الرقمية بشكل عام وشفنا النهضة الكبيرة الموجودة فيها وأكيد عندها جانب مظلم من الجوانب السيئة جدا جدا الناس اللي قاعدت تستخدمها بها وما عندها فكرة عنها ولا عندها خلفية عنها أنا حاولت أبحث عن المسألة دي خاصة الأخبار المغلوط أو الخاطئة اللي بتكون موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي قاعدت تشيله وتكون أخبار تأثير تأثير كبير في مجتمعاتنا كل الخبر خطأ والناس ما عارف المسألة دي والقوانين الكثير اللي موجودة في الميديا الميديا عالم كبير وبحر وخاصة في العامل الإعلام الرغمي بحر أكيد ما حنكدر نتكلم فيه لأنه كتبوا فيه عدد كبير من الكتاب ما استوقفني لهذه الحلقة هو واحد من الكتب المميزة جدا جدا ما حصلت على كتاب باللغة الإنجليزية باللغة العربية كل الكتب اللي في الإعلام الرغمي والميديا بشكل عام هي كتب مكتوبة باللغة اللغة الإنجليزية إلا أستاذنا الكبير والجميل دوما أستاذنا عثمان كباشي كتب كتاب بيقول فيسبوك وأخوانه ماذا فعلت بنا وسائل التواصل الكتاب داخله في عدد كبير من المحطات اللي ممكن نتكلم فيها في جانب الميديا والإعلام الرغمي أستاذنا عثمان كباشي خبير في الإعلام الرغمي رجل إعلامي محترم جدا جدا سوداني ويفتخر بيو كل سوداني موجود مدرب في محد الجزيرة أحد مؤسسي الموقع اللي بنشيل منه كل الأخبار اللي بنقول فيها مصداقية كبيرة جدا جدا موقع الجزيرة نت عمل في عدد من المجالات الصحفية في سلطنة عمان في الدوحة خبير بمعنى الكلمة في الإعلام الرغمي سألت أنه أبحث عنه أجيبه الليلة في أجمل زاوية عشان نتناغش في الإعلام الرغمي ونتناغش في الميديا بشكل عام برضو في التفاصيل الموجودة فيها أستاذنا الخبير أسمان كباشي مرحب بك يا أهلا وسهلا أخي عبد الله التحية لك والتحية للأستاذ فتحي بربري المخرج الكبير والتحية لأجمل الزاوية التحية لأجمل الزواية كلها يا الله إنت أجمل زاوية في حياتنا والله إذا كانت على البودكاست هذا الوليد الجميل الجديد أو إذا كانت على الفيديو أهلا ومرحبا بك وشكرا جزيلا على هذا التقديم والذي أتمنى أن أكونه وأنا سعيد بأن نكون مع بعض ونبحر في هذا البحر العميق بحر السوشيال ميديا وخاصة ما يتعلق بهذه الجوانب غير المرئية ولكنها الآن حاضرة كانت غير مرئية ولكنها الآن حاضرة بقوة تقريبا في نقاش الناس وفي كل جوانب حيواتهم يا أهلا ومرحبا مرحبا بك أستاذنا أجمل الزاوية تتشرف بأن تكونت واحد من الناس اللي ظهروا فيها بشكل توثيقي لمسيرة أستاذنا أسبان والليلة بشكل مختلف تماما اللي هو نتكلم عن الإعلام الرغمي والميديا بشكل عام أستاذ عثمان أنا بدأت في مقدمتنا بكتابك اللي هو فيسبوك وأخواني أخواني طبعا أنت قصد بيان إستجرام وإسناب شات ماذا فعلت بنا وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل يعني ده سؤال كبيرا نحن بنشوف يعني الشيء الحاصل يوماندي في الميديا بشكل عام الواحد ممكن يكون في حاجات كثيرة ما بتسره موجودة في جوانب خفية ومظلمة جدا جدا في الجانب بتاع المواقع التواصل الاجتماعي أنا مادر أخليه بشكل عام هو محور كلامنا لكن هنتطرغ لا بشكل مفصل لكن الإعلام الرغمي اللي هو أنت متخصص ورجل أبحرط فيه بشكل كبير عندك فيه مقالات وكتب كثيرة في الإعلام الرغمي وفيه كيفية إنشاءه وفيه كيفية المحتوى اللي يقدم فيه حدثنا شوية كده عن الإعلام الرغمي بشكل عام في الفترة الحالية طيب أنا أتصور نحن يعني إذا بدأنا بهذا موضوع أنت قلت يعني ممكن سألت ماذا فعلت بنا بنا وسائل التواصل وسائل التواصل فعلت بنا الكثير ولكن أيضا فعلت بنا خير يعني يعني ليس كل وسائل التواصل شر ربما يكون الشر ظهر بذات في الفترات الأخيرة لكن وسائل التواصل هي ربطت بين الناس هي سهلت كثير من حياة الناس فيه جوانب جميلة جدا في وسائل التواصل لكن هذا الكتاب تحديدا هو حاول بشكل أو بآخر أن ينطلق من ما عرف بنقد العصر الرقمي والنقد هنا بمعنى تبتبيان بعض الجوانب غير الجيدة في هذا وتحديدا في وسائل التواصل هذا الكتاب هو تقدر تقول عليه وهو عبارة عن عصارة لعدد من الكتب التي صدرت وهي تنتقد هذه الجوانب فهو يوضح أن وسائل التواصل إلى جانب أنها فعلا هي وسائل التواصل ولكنها في بعض الأحيان هي نوع من التنافر وليس التواصل هذا ما يتعلق بالله وطبعا في كتب كثيرة جدا صدرت في هذا الجانب وطبعا في ندوات وفي محاضرات يعني قيلت في هذا النقد يعني تقريبا هذه الكتب التي أمامك يعني هي كلها بتتحدز عن هذا وتحديدا مركزة على ما يتعلق بالأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة هذا ما يتعلق بالتحديدا الجانب غير المضي لوسائل التواصل في تأثير على حياة الناس الإعلام الرقمي هو ثمر تقريبا لثمرات ثورة الإنترنت ومعروف أنه إذا أخذنا الإعلام كل الثورات التي حصلت فيها وكل الاختراعات كانت تشكل إضافة ممتازة جدا للإعلام يعني إذا أنت مثلا اللي دارس لتاريخ الصحافة الأمريكية يعرف أنه عندما اخترع التليغراف سهل المراسلين قبل التليغراف كانوا يعني مراسل الحروب أو كذا كانوا يعني يركبوا الحصين ويوصلوا أخبارهم لهذه الصحف ولكن عندما اخترع التليغراف عندما اخترع القطارات ساهمت في العمل الإعلامي وافادت كثير جدا نجي بعد شوية نشوف اختراع الهاتف بعد شوية اختراع التليغراف يعني الوسائل الثانية كلها بتشكل إضافات كبيرة جدا ألا الإنترنت أحدثت نقلة كبيرة جدا طبعا في مختلف يعني مناحي حياة الناس ولكن النقلة في مجال الإعلام كانت نقلة كبيرة جدا يعني هذا الكلام تقريبا إذا أنت تتكلم في العالم حتى في العالم ما بعد يعني في منتصف التسعينات عارف العالم مواقع الصحافة الإلكترونية في ذلك الوقت يعني أنت بتكلم عن أول صحيفة إلكترونية اسمها شيكاغو تريبيون في الوقت المتحدة الأمريكية بعد شوية بتتكلم عن البي بي سي بتتكلم عن السيين اين في الوقت المتحدة الأمريكية البي بي سي في بريطانيا هذه المواقع يعني ثم حتى في العالم العربي يعني العالم العربي لم يكن بعيدا عن ذلك فالعديد من الصحف أصدرت مواقع في 1896 أنا كنت شاهد في تجربة عربية اللي هي في سلطنة عمان في صحيفة الوطن العمانية أول تقريبا موقع صدر في عمان كان عن طريق صحيفة الوطن وهذا كان في 1896 ثم بعد ذلك بدأت المواقع يعني أنت عندك موقع زي الجزيرة نت ظهر في 2001 وهذا كان فتح في موضوع المواقع حيث تقول لي مثلا طيب ما هو الصحف سبقت الصحف كان الموقع كان static بمعنى كان النسخة التي كانت تجهز للطباعة هي نفس النسخة التي تعرض على الانترنت لكن ظهور موقع الجزيرة نت يعني عرفنا خصيصة جديدة من خصائص الصحافة الرقمية في ذلك الوقت اللي هي مسألة التحديث الأبدات في كل هذا تعمل نعم تعمل أبدات في كل واقع فهذه هي يعني واحدة من النقلات وإذا تتكلم على مدى 24 عام حصلت نقلات كبيرة جدا حصل في مجال التصوير في مجال الفيديو في مجال الأوديو في مجال الجرافيك حتى في مجالات التحرير يعني الانترنت أثرت وابتدعت أو ساهمت في ابتداء نظم جديدة للتحرير ما قبل الانترنت تتذكر الصحافة الورقية كان يكون تنشر الخبر ولا تجد هذا الخبر إلا في الصحف ولكن بعد ظهور المواقع ثم بعد تباعة المدونات ثم السوشال ميديا أصبحت الأخبار متاحة للجميع فهنا اتوجدت وظيفة للصحافة الصحافة لا بد يعني بدل الإخبار عليها أن تفسر هذه الأخبار وبالتالي أصبحت في طرق جديدة للتحرير وهذه طبعا أتاحتها الانترنت أو أتاحتها ثورة الانترنت طيب أستاذي يعني إذا تحدثت عن الإعلام التقليدي اللي ممكن يكون فيه الصحافة وحتى على مستوى التلفزيون والإزاعة هم كلهم يخبرون للشخص بالتفاصيل الموجودة في حياتنا اليومية الآن كثرت الانتاج في الميديا من صحافة رقمية لمواقع تواصل اجتماعي لبرامج بودكاست لبرامج أخبارية موجودة متاحة بشكل كبير في الميديا هل تعتقد بأن مصداقية الانتشاردها ممكن يكون فيه تغليل المصداقية القديمة كل شخص أو السهولة للإنتاج ممكن تخليه يكون فيه عدم مصداقية بالنسبة للمتلقي هو شوف عادة في هذا مجال التنافس ودائما هذا يظل فيه البقاء للأفضل يعني من يقدم محتوى جيد هو اللي يأخذ وهذا شيء جيد أنا لا أرى فيه نوع من عدم المصداقية جوانب سلبية إجمالاً إنما أرى فيه شيء جيد شيء يعني أنت تقدم لهذا للمتلقي تتيح لفرص أنه يختار وهنا يصبح مدان التنافس يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم في محتوى كثير وكذا لكن الجمهور هو جمهور محدود فبالتالي هنا يصبح البقاء للأصلح هو البقاء للأفيد ولا بقاء لا لا طيب هل هذا ممكن يتيح فرصة أنه فعلاً تتقلل المصداقية والجري لأنه أنا عايزة نافس وأنا عايزة كذا ممكن طبعاً يعني إذا ممكن يعني الكثير البعض قد لا يجود عمله في سبيل أنه عايز يطلع عايز يخرج بسرعة وكذا فقط لا يجود عمله وبالتالي ما أحد ستشوفه يعني الناس دائماً ستذهب إلى ما هو أفضل الآن أنت عندك مثلاً مواقع الإنترنت لا نتكلم بإسم مواقع معينة في بعض المواقع لا أحد يعرفها لأنه أصلاً عرفت بأنها مزيفة عرفت بأنها يعني لا تلتزم بالدقة لا تلتزم بالمصداقية وبالتالي الناس لا تذهب إليها يعني الناس في بعض المواقع الناس ستذهب إليها لا نتعرف أن هنا تجد الخبر الأكيد والتحليل الصادق والتفسير الواضح والتفسير الشامل فالمجال نعم المجال سيسمح بذلك لكن في النهاية البقاء للأصدر أكيد طيب الحريات بالنسبة للصحافة الورقية والإعلام القديم يعني ما نقول عنه الإعلام القديم لكن نقول عنه الإعلام التقليدي ممكن يكون فيه ضوابط كثيرة جداً جداً في الإعلام الرغمي بسهولة الانتشار والإنترنت المتوفر في كل مكان وكده ممكن يكون فيه ما في رقاوة قوية بخلاف ما المجمعات عليها عالمياً من الممكن تحظيرك وممكن كده لكن ما يكون فيه رقابة شديدة تخلي الناس تنتج منتوج يمثل أخلاق الدول أو كده شوف هنا نحتاج دائماً أنه لما نتحدث مثلاً عن الإعلام الرقمي أنا عندما أتحدث عن إعلام لا بد أن أشير بشكل واضح إلى الإعلام المنتج عبر مؤسسات محترفة وأفرق بينه وبين ما يسمى إعلام يعني أنا اللي قد ينشر في السوشال ميديا أفراد وكده هذا قد لا يعني أنا شخصياً لا أسميه إعلام لكن تكلم أنت عن مؤسسات هذه المؤسسات لديها كثير جداً من الضوابط يعني التي ظلت تحكمها يعني أنت إذا تتكلم مثلاً خلينا نأخذ نموذج زي النموذج الغربية عادةً اللي هي ورقية مثلاً نقول نيويورك تايمس هذا الصحيفة أمريكية مشهورة ومعروفة أو زي الجارديان البريطانية مثلاً أو زي مثلاً لوموند الفرنسية هذه مؤسسات عندها أصلاً هي عندها قيمها وعندها يعني ضوابطها وعندها خطها الذي قامت عليه هو الذي يؤكد دائماً على الدقة يؤكد على المصداقية يؤكد على هذه الأساسيات حتى عندما تحولت إلى المجال الرقمي أصبح عندها مواقع أصبح فهي ظلت تطبق هذه المعايير وهذه المواثيق وهذه المحددات ويعني هنا الدقة دقة المصداقية مصداقية حتى وإنت فهذا إذا أنا أعتقد الإعلام الرقمي الصادر عن مؤسسات محترفة هو إعلام ملتزم بالقيام وملتزم بكل ما يتطل اللي كان معمول عندما كانت ورقية مثلاً أو عندما كانت تلفزيون وكذا لا هي نقلت مع هذا حتى وهي بتنتقل إلى الفضاء الرقمي نقلت قيمها نقلت معاييرها وبالتالي أنا عندما أدخل مثلاً إلى موقع من هذه المواقع مواقع المصداقية محترفة أنا متأكد أن هذه المواقع مواقع ذات مصداقية وبالتالي سأجد عندها ظلتي والتي لا أعتقد أن يأتيها باطل من بين يديها ولا من خلصها أكيد طيب يعني دائماً يا أستاذي الإعلام التغليدي عرف في بعض الأحيان أنه هو إعلام الفقراء يعني ممكن التلفزيون موجود في كل بيت يتفرجوا الأخبار لكن الإنترنت ربما يكون غير متاح في عدد من القرى وعدد من الأماكن البعيدة يعني نخص في كده نحن كده نقول السودان قلينا من باقي العالم في السودان يعني في عدد من المدن ما عندها علاقة بالإنترنت ما في شخص عنده هاتف زكي ممكن يكون عشان يتصفحها وعشان يجد الحاجة دي أنا قلت الحاجة دي لأنه إحنا قاعد نقصه شديد على في في جيننا قاعد يقص على الإعلام التغليدي لا هو نحن لا نقص على لا جينا نحن نعم نعم ولا ينبغي لنا أن نفع على ذلك شوف أن يكون إنه إذا قلنا إنه والله إعلام الإنترنت هو ليس إعلام فقراء فهذا غت نكون يعني شوية غت لا نكون إحنا يعني وصلنا للحقيقة لا أنا بأعتقد حتى إعلام الإنترنت هو إعلام فقراء هذا الكلام إذا إنت قلته مع ظهور الإنترنت في بداياته إذا بتتكلم مثلاً قبل عشرين سنة أو قبل خمسة وعشرين سنة ممكن أتفق معاك على هذا عندما كانت الإنترنت غالية جداً يعني الحصول على على الإنترنت لم يكن متاحاً حتى في داخل الحواضر أو في داخل المدن كان محدود وحتى في المدن نفسها يعني كان مثلاً إذا تتكلم في جغرافيا إذا أخذنا السودان مثلاً كان الإنترنت كان موجود في العاصمة وفي بعض المدن الكبيرة وكان غالي يعني ما كان كل الناس تقدر إنها يعني تتكلم أو تتصل بالإنترنت وتدفع فلوس لكن لا الآن الإنترنت أنا أعتقد أنه أصبح شعبي متاح يعني تقريباً بمبلغ بسيط جداً ممكن هاتفك النقال يظل طيلة اليوم أنت متصل بالإنترنت وفي السابق حتى الهواتف النقالة كانت محدودة أول محدودة العدد وبالتالي عدد لا الآن حتى يعني في بعض الشركات الهواتف أن تجد هواتف رخيصة للجميع يمكن يعني مثل في الهند إذا تكلم إنه واحد من البلدان اللي فيه عدد كبير من السكان وبالتالي نسبة الفقراء قد تكون مرتفعة فيه هواتف بأسعار رخيصة جداً لكن يمكن تتصل بإنترنت والإنترنت تفسه آآ وصل الأرياف وبالتالي لا أنا ما أنا لست مع هذه المقولة آآ وفي مرات كثيرة جداً أنت ما محتاج غير إنك تدفع تمن الإنترنت تمن الإنترنت على عكس الصحيفة أنت محتاج تشتري صحيفة يومياً مثلاً ولو محتاج تشتري أكثر من صحيفة بعض مرات أعمل الشبكة ممكن تؤثر برضو بسيطة بسيطة الآن إذا بتتكلم الآن لا الآن تقريباً أصبحت هذه المسائل متاحة جداً ولا يعني الآن أنت في 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 الأرياف وفي الأدقال وبالذات الآن حتى مع ظهور ما يعرف بالستارلينك اللي هو الإنترنت الفضائي هاد بتاع إيلون ماسك صار في بعض بتكلم بعض الأرياف في أفريقيا في حتات كثير من موجود متوفين موجودين ومتصلين بالإنترنت يعني هسا نحن عايشناها في السودان طبعاً مثلاً الآن في بعض ما مش موجود الشبكة آآ شغال بالستارلينك يعني آآ وآآ وصل في مناطق بعيدة وحتى الاستارلينك لو رخص ممكن يكون فيه فتح يعني لأنه ممكن يعني أي شخص ممكن يمتلكه إذا كان الدولة هو طبعاً في النهاية محتاج إنه يسمح يسمح لهم وكذا فإذا سمع فيه أيضاً هذا فتح من الفتوحات يعني في إنها أتاحت للناس الموضوع التواصل وكذا أكيد طيب أستاذنا يعني من ضمن الكتب الممكن آآ هديتنا إنت إياها اللي هو الأخبار الكاذبة نعم الأخبار الكاذبة في السوشال ميديا وفي في 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 الصحافة الرقمية كيف نحن نتزول مختص وتعرف المسألة تماماً كيف نحن نقدر نتعامل مع هذه الأخبار الله شوف هذا آآ هذا أول حاجة هذا السؤال كبير نمر واحد ونمر اتنين هو الإجابة عليه وأيضاً تحتاج إلى كتب وليس كتب فحسب وإنما أيضاً الإجابة عليه وتحتاج إلى مجهودات كبيرة جداً الفيك نيوز يعني هذا ما يعرف بالفيك نيوز أو الأخبار الكاذبة هو يأتي في إطار ما يعرف بالتضليل الإعلامي واللي تسببت فيه في جزء كبير جداً منه وسائل التواصل نفسها يعني وسائل التواصل آآ تحديداً آآ إذا بتتكلم عن مسلاً فيسبوك لا هو فيسبوك وفي كتير من الكتاب وكتير من المختصين وفي في في مجال مكافحة الجوانب السيئة للسوشال ميديا يتكلموا عن آآ 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 أنه فيسبوك زي ما واحد وصفه عمل كتاب كامل من هذه الكتب اللي أمامك يسمه مكينة الفوضى آآ آآ مكينة الفوضى هذا هو بيتكلم بيقول إنه فيسبوك هو عبارة عن مكينة فوضى يسمح بنشر الأخبار الكاذبة ويسمح بنشر الكراهية بين الناس آآ 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 نعم وضع جايب أمثلة من بلدين حصل فيه مشاكل كبيرة جداً من سري لانكا ومن ميانمار وتحديداً ركز على موضوع ميانمار ميانمار يمكن كلنا متابعين المشاكل الحاصلة ما بين البوذيين والمسلمين الروهينغا وهذه حصل فيها موت وفيها الدماء وفيها أشياء كثيرة جدا الكتاب هذا يتهم فيسبوك بأنه هو روج للكراهية في ميانمار وهذه تسببت في يعني إراقة الدماء وتسببت في مقتل الكتيرين وهو طبعا الرجل المؤلف هذا اسمه ماكس فيشر عنده ما يثبت في ذلك في هذا الكتاب الضخم اللي اسمه ماكينة الفوضى ويعني حتى هو يستشهد بأحد الرهبان البوذيين وقال هذا الراهب هو سماه يعني واعزة الكراهية فقال هذا الرجل كان يبث خطبه التي يعني تدعو إلى قتل الروهينغا عبر المعبد وكان بالتالي قال كان تأثيره محدود يعني يؤثر على هؤلاء الذين حضروا داخل المعبد هذه الخطبه لكن قال عندما دخل فيسبوك إلى هذه البلاد وبدوا الناس يعملوا حسابات قال هذا الرجل أول شيء عمل حساب في فيسبوك وعمل حساب حساب في اليوتيوب وأصبح يبث يعني عبر هذه الحسابات فهو سماها قال حتى عنده فصل قال الكراهية من المعبد إلى الفضاء فساهمت وسائل التواصل في انتشار الأخبار الكاذبة في انتشار الكراهية في انتشار أشياء كثيرة جدا والحجب والانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة يعني حتى أصبح يعني صعب المكافحة يعني هو يكافح حتى فيسبوك نفسه ممكن يكافحك ممكن يكافح أنت لو لاحظت مؤخرا يقال أن فيسبوك أغلق آلاف الحسابات الخاصة في السودان فقط يعني هذا بعد الحرب ما قامت في السودان كل حسابات فيك كان في حسابات فيك وكانت يتبسك كراهية وكذب وهذه أغلق لكن هذا لم يقضي تماما على الحسابات التي تتبسك كراهية أو حسابات التي يعني هي حسابات وهي أصلا هي عبارة عن حسابات فيك هي نفسها حسابات فيك خلي الأخبار اللي يجي نعم هي حسابات مصحيحة يعني هذه كلها عبارة عن يعني أسماء وهمية أسماء وحسابات وهمية وكذا 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 لكن هذا طبعا كله يأتي في إطار ما يعرف بالتضليل الإعلامي وهذا مقصود ومدبر يعني هذا فعل مقصود يعني في مؤسسات أصلا هذا شغلها تدفع أنت أنا أعمل لك خمسين ألف حساب تدفع فلوس وبالتالي هنا بيستغلوا ما يعرف باللوجريتمات وأيضا في كتاب عن لوجريتمات هذا المؤلفين يتكلم عن أنه هذه اللوجريتمات يعني إنها ممكن هذه اللوجريتمات ممكن تساهم بشكل كبير جدا طيب يعني أنا كما أشرت أنه هذا السؤال سؤال كيفية مكافحة الأخبار الكاذبة مكافحة التضليل الإعلامي وكافحة كل هذه الجوانب السلبية التي يعني ظهرت أو يعني تكسفت أو كبرت مع وسائل التواصل هذا السؤال كبير وهي يتحكم فيها تضليل الإعلامي كله بكل جوانب يتحكم فيه عن طريق اللوجريتمات ولكن أيضا يمكن أن يتم علاجه أيضا عن طريق اللوجريتمات طبعا إذا رقبت هذه المنصات المتهمة بأنها مروجة للأخبار الكاذبة بأنها قائد للتضليل الإعلامي كما أشرنا في الاتهام الذي وجهه الكاتب ماكس فيشر صاحب The Cowess Machine أو ماكينة الفوضى هذا صاحب الكتاب المشهور هذا الكتاب صدر سنة 2022 هو يوجه فيه اتهامات مباشرة لفيسبوك إنه هو المتسبب في هذا التضليل اللي حاصل طبعا ليس فيس يعني حتى أنكم منصفين يعني هذا التضليل لا ليس عن طريق فيسبوك فحسب وإنما عن طريق كثير من منصات وسائل التواصل طيب هل في من علاج؟ نعم ولكن العلاج صعب العلاج يتطلب يعني يتطلب أموال يتطلب وطبعا يتطلب قرار قبل أن يكون أموال وقرار من المؤسسات نفسها لكن في واحد من الكتب أيضا هو اسمه ما بعد الحقيقة الرجل صاحب هذا الكتاب قال أنه انتشار هذا الأخبار الكاذبة انتشار التضليل الإعلامي واحدة من أسبابه يعني هو رجع إلى جوانب اقتصادية لأنه هذا التضليل وصل حتى المؤسسات الإعلامية وصل الصحف ووصل المواقع كذا وبالتالي التحكم فيه قال فيه جوانب اقتصادية جوانب اقتصادية كبيرة جدا تحتاج أموال وهو ضرب مثال بأنه المؤسسات الإعلامية مع ظهور الإنترنت ومع توقف النسخة المطبوعة ومع قلة المداخيل اضطرت في أنها تقلل عدد العاملين لديها وبالتالي هؤلاء العاملين كانوا يقومون بعمليات عمليات الفحص عمليات التدقيق وعمليات كذا وبالتالي الآن ما أصبح موجودين وبالتالي انتشرت يعني كثير من الأخبار الكاذبة انتشرت كثير من تضليل إعلامي لكن بنفس هذا السياق مؤخرا أدركت كثير من المؤسسات الإعلامية القبرى انه لا بد من مواجهة هذا هذا السيل من التضليل فأنشأت ما يعرف بيعني أقسام التحقق من المعلومات وخاصة عند الأخذ من سوشال ميديا فيها الفنانين موجودين فيها لعبة النجوم الرياضة هذين موجودين في هذه المنصات وبالتالي بإمكاننا أن نأخذ من هذه المنصات المواقع والمنصات ولكن لا بد أن يتم ذلك وفق يعني سياسة محددة أنه أنا أخذ من المواقع الجيدة المواقع ذات المصداقية المواقع اللي أنا ممكن أتأكد يعني في فرصة أنه أتأكد من مصداقيتها فأنشأت هذه المؤسسات ما يعرف بالverification يعني departments أو الأكسام التحقق من صدقية هذه المخبار من صدقية المواد الفيديوهات لأنه أصبح يعني هو الإنترنت في نفس الوقت سهلت أو سهلت التواصل سهلت إمكانية النشر يعني يستطيع أي واحد أن ينصر على وسائل التواصل ومش كده بس يستطيع حتى أن يعني أن يخرج يعني يعمل موقع يعني شبيه بنيوك تايمس مثلا وكذلك وبالتالي هذا ربما يعطيه كثير من المصداقية وبالتالي يستطيع أن يصل إلى الناس وينقل كذبه وينقل تضليل إلى هؤلاء الناس السؤال كبير الهم كبير ويحتاج لتضافر هذا هذا ليس شغل المؤسسات فحسب أيضا هذه المنصات لا بد أن توعى ولا بد أن تضغط بالقانون أن تضغط بالمحاكم أن تضغط بالجمعيات أن تقلل من هذا أو على الأقل تتشدد في نشر الأخبار الكازمة وتتشدد في نشر التضليل الإعلامي جميل طيب أستاذ في معايير لكشف هذه الأخطاء أو الكازمة الموجود في مواقع التواصل أو في الإعلام الرغمي بكل تفاصيله نعم نعم أنا زي ما شرط توجد في المؤسسات الكبرى عندها أقسام تقوم بهذا الدور لكن زي جوجل مثلا جوجل عنده معايير وعنده طرق على الأقل مثلا نتحقق فيها من الصور ونتحقق فيها من الفيديوهات المشورة فيه في وسائل كثيرة جدا للتحقق مثلا أنت ممكن تستخدم جوجل يعني إذا وجدنا صورة معينة أنا ممكن أعرف أين ألتقطت هذه الصورة من السهل الزمان والمكان زمان والمكان ونوع الكاميرا وكذا والشخص حتى ممكن تقدر في وسائل هذه كثيرة جدا والآن متاحة متاحة للكثيرين لكن ليس للجميع لأنه هي تحتاج معرفة ما كل واحد يعرف أنه يتأكد أنه يعني مثلا لو تتذكر لأنه في تشابه ما بين البئات التي بتنتج هذه الصور في صورة شهيرة جدا رجل في السيول كان يحمل بنته على يعني على كتفه وهو يعني يعني تغمره المياه هنا مثلا فكان هذا كان ظهرت أثناء فيضانات السودان في سنة 2020 تقريبا لكن اتضح أنه هذه الصورة من هايتي بس لأنه الرجل البيئة تشبه بيئة السودان حتى السحنات كده بتشبه نعم السحنات تشبه سحنات السودان فظلوا الناس أن هذه التعاطف كبير نعم في أيضا من الصورة الشهيرة جدا صورة هو مسن ومتشرد أمريكي كان يقدم على أنه وكان يعني الرجل كان ضعيف جدا جسمه ضعيف وقدم على أنه هو من سوريا بسبب المجاعة وكذا لأنه في الوقت هذا كان في مجاعة في واحدة من المدن السورية اسمها مبايا فكان طلعت صور لكن الصورة هذه تحديدا اللي وجدت رواج كبير جدا هي صورة أصلا لمتشرد أمريكي وكان عايش مشرد وكان كبير في السن وكان يصهر عليه علامات الضعف وكذا ف يعني انتشرت هذه الصورة على أساس أنها صورة جايع سوري سوري بعد ذلك وتحققت منه هذا كيف اكتشفنا هذا كله عن طريق التحقق بس بعد ما تمشرت هذا بالنسبة لمؤسسات أستاذي نعم نعم نتكلم عن الرغابة في الإعلام الرغمي في المؤسسات الكبيرة لأنها مصداقية رغابة قوية جدا جدا حتى تمنع الأخبار الفيك أو الكاذبة تصهر في المجتمع أو تجي في المواقع تبع المصداقية ممكن تنغل منه عدد من القنوبات الفضائية ويتناول الصحافة ويتناول السوشال ميديا لكن الفضاء الحر آه يعني هذا يعني هو هناك فيفا يلسوف إيطالي يعني عنده مقولة مشهورة هو سماها يعني هو قال هذا قال سماها إمبراطورية الحمق تقريبا وهذا الرجل هو قال أنه الوسائل التواصل الاجتماعي يعني أتاحت قال أتاحت للذين كانوا يثملون أو يسكرون من يعني كأس في الباب أو في البار ويقول ما يعني فهؤلاء كان يتم مسكاتهم بكل يسر بكل سهولة ولكن قال هؤلاء الآن تحولوا إلى وسائل التواصل ولا يستطيع أي شخص أصبحت حاناته فسماه هذا سماه غزو البلهاء هذا الرجل اسمه أمبرتو إيكو هو فيلسوف وروائي إيطالي توف سنة 2016 وهو ينسب إليه هذا القول قال سماه يعني سماه غزو البلهاء أنه هؤلاء كانوا يقولون هذا كلام الفارق في البار ولكن كان يتم سكاتهم لأنه البار فيه رقابة إنما في الفضاء الآن لا حد أن يسكتهم هذا الفضاء الآن أصبح متاح إلى هؤلاء وأمثالهم وأصحاب الأغراض أنا ذكرت لك أنه في حرب السودان اتشف فيسبوك ألاف السابات الفيك طبعا ظهرت مؤسسات يعني هذا دور وهي دور كشف هذا يعني مثلا لو تتذكر أنه نحن مثلا عندنا في السودان في موقع ممتاز اسمه بيم ريبورتز هذا مهمة أصلا يتابع الأخبار السودانية والصور وكذا ودائما يتحقق من هذه في موقع اسمه جهينا أيضا هذا يتابع في أمثال هذه المواقع موجودة وكثيرة جدا واللي هي تقوم بهذا الدور يعني هي بتقوم بهذا الدور نيابة عن الناس وتقول لك والله هذه الصورة حقيقية هذا الفيلم حقيقي هذا كذا هي تقوم بهذا الدور لكن هذه مجهودات يعني مع الكم الهائل من التضليل ومن الأخبار الكاذبة المنتشرة يعني ما بتستطيع أنها تقوم بهذا الدور كما ينبغي زي ما أنت قلت المؤسسات على الأقل المؤسسات الإعلامية الكبيرة هي هذه بتمنع أنه ما يأتي عبرها لكن لا تستطيع أن تمنعه في الفضاءات الثانية يعني يعني مواقع الفيسبوك الآن إنت لو بتدخل بتلاقيها مليئة بال زي والسودان يسمون الطلس طلس طلس طبعا يعني أنا عاوز أصل لنقطة معينة برضو تحدثنا عن الإعلام الرغمي وممكن يكون فيه عدد كبير يعني في كتابك اللي هو أنا استمتعت بقراطة فيسبوك وانه ماذا فعلت بنا وسائل التواصل مصار التواصل أكيد أستاذ عثمان بيكون عنده إلهام الكتاب هذا في الموضوع هذا بالتحديد جاءك بعد مواقف وبعد حاجات كثيرة ممكن تكون شفتها وأصريت أنه تتكتب شنو الدوافع اللي خلتك تتطرق للموضوع هذا ومثلا بمعنى يعني بمعنى أنه أستاذ عثمان والجيل الحالي ممكن يكون في فورق بين الناس الموجودين الآن من عشرينات أو من ثلاثينات وليتحت في العمار مهتمين بالسوشال ميديا بشكل ما طبيعي لما يأتي أستاذ عثمان يقرأ نفسيات الشباب ويشتغل حتى ينتج منتوج زي زي المنتوج وهما منهم أنا دار أشوف لأنه دار أشوف حاجة عند أشوف تقبل الناس للمسألة وإحنا موجودين في عصر يعني عجيب طيب هو شوف أنا كما ذكرت وهذا مجالي أنا من 2006 أنا مهتم يعني تحولت أن أعمل في بيئة الإنترنت أكيد نمارس الصحافة عبر بيئة الإنترنت هذا كان من سنة 96 يعني الآن تتكلم تقريبا عن 28 سنة وهذا بالنسبة لي أنا كان تحول كبير جدا لأنه بدأت أهتم بهذا المجال والكتب التي تصدر عن هذا المجال عن مجال الإنترنت إذا كان الكتب تتكلم عن الممارس الصحفية عن التطورات في هذا المجال تطورات يعني كيفية التحرير كيفية إخراج المواقع كيفية التعامل مع الصور التعامل مع كل المواد أو الطرق الرقمية وتحديدا نقض الجوانب غير المضيئة في العصر الرقمي زي ما قلت لك العصر الرقمي يعني مزلما عصر مميز وفيه جوانب جميلة جدا وكبيرة ولكن بعض الأشياء التي ظهرت في سياق هذا التطور هي تسيء بشكل كبير جدا برغم إنها بسيطة لكن تسيء إلى هذا الجمال يعني أنت عندك لوحة جميلة وهذه اللوحة لكن إذا لو حطيت فيها رقمتين ثلاثة تبوز تفسيدة فهذا الذي ظهر هذا موضوع التضليل الإعلامي موضوع الجوانب السيئة في العصر الرقمي فظهرت كتب عديدة جدا أنا ألفتني أنه هذه الكتب كثيرة يعني إمكان أنت تتكلم تقريبا من سنة لو أخذت مثلا خمس سنوات من 2017 لحد 22 يعني أنا طبعا عدد كبير جدا من الكتب لكن الكتب التي وقفت عليها ما لا يقل عن 25 كتاب عدد ضخم كبير طبعا للأسف كل هذا كله صادر في الغرب باللغة الإنجليزية وهذا طبعا لأنه أنا أقرأ باللغة الإنجليزية هذا لأنه صادر باللغة الإنجليزية طبعا ربما يكون في كتب صدرت باللغة الفرنسية أو باللغات ثانية حية لكن للأسف ما كان أو طيب عشان أكون أكثر أحديدا على حد علمي والطلاعي ما صدرت كتب كثيرة باللغة العربية تتناول هذا الجانب فأنا عادة يعني هو كطبع يعني عندما تقرأ كتاب وتتوقف في محطات فيه كثيرة جدا فكنت يعني أقدم عروض الكتب أنا صحفي في النهاية يعني أنت تحاول تفسر هذا الكتب للناس ربما ما استطاعوا يشتروها عبر Amazon.com ويصل الكتاب لحد بيتي مثلا عن طريق البريد وفي ناس كتار جدا ما بيستطيعوا هذا إما أنه ما بيصل Amazon.com عندهم أو ما فيه اهتمام أو اعتبارات كثيرة جدا فكنت مثلا ما أقرأ كتاب أه بقدمه هو أنت بتتوقف عادة الكتب أنت بتتوقف فيها يعني مثلا هذا الكتاب الاسم سيلفي مثلا سيلفي سيلفي هو أيضا بتكلم عن هذه الجوانب من جوانب الانترنت وجوانب السوشيال ميديا لكن هو بتكلم عن ظاهرة أنه هذه السوشيال ميديا خلت الناس مهوسين بالذات يعني عايز تطلع في صورة جميلة واستخدم فيلتر واليوم ضاحك ومش عارف ما أخذ سيلفي في القطار وبكرة بتاع طبعا الكتاب يقول أنه هذه ظاهرة غريبة جدا وهي هو بتكلم عن بعض الحالات التي تسبب في أن ماتوا يعني بعض الناس مثلا اللي عايز ياخد سيلفي في قمة جبل واحد عايز سيلفي وسقط واحد عايز ياخد سيلفي في شارع سيارات سريعة صدمات عربية فهو بتكلم عن هذا الهوس الهوس وده من اللي جابه جابته بتتوقف مثلا بتحاول تنقل الصورة مثلا فيه كتاب يقول الكل يكذب أنه الانترنت علمتنا الكذب يعني ويمكن السودانين يعرفوا النقطة أنه واحدة دخلة مع زميلتها فهم طالبات في الجامعة فتسألة تقول أنت وين وين وقال أنا في المطار ماشيين مع أهلي سنعيد في لندن في لندن وين وين قالت فالكل يكذب يعني هذه الناس يعني السوشيال ميديا علمت الناس فهذه أيضا تخيل أنت هذا الاهتمام يعني أو اللي يلفتك أن هؤلاء يلطقتوا زاوية صغيرة ولكن يلف يكتاب يعني هذا موضوع الهوس بالذات هو سيلفي هو سيلفي موضوع ماكينة الفوضى أو موضوع تاني هذا يتكلم عن فيسبوك وقال هو سماه أنت سوشيال ميديا يعني وسائل اللا اجتماع وهي مفتقه مواقع التواصل أو وسائل لا تواصل فليش هذه فأنا قرأتها ومعظم أنا قدمت العروض يعني أنا ما بزلت مجهود في هذا الكتاب حتى هو خلاص لهذه الكتب لكن على الأقل أنت بتقدم للناس يمكن الناس اللي ما قدروا يقروا هذه الكتب وممكن يتحصلوا على كتاب وممكن واحد بعض الباحثين يعني بالذات الناس الباحثين في الجامعات ممكن يعني ياخدوا وينطلق منه لدراسة أكبر أكثر توسعا أنا فقط رصد يعني لكن بعض منهم ممكن ياخد دراسات تحليلية ويعمل عليه دراسات أكثر عمقا يعني أنا لامست الموضوع ملامسة فوقية أنا عرض هذا هو الموجود في هذا الجانب فمن أحب ياخد يتبحر فيه لكن مثلا واحد والله واحد عايز ياخد هذا العشرين كتاب في مئة صفحة تقريبا عايز ياخد في جلسة كتاب ممكن تقرأ في جلسة في جلسة وجلستة ممكن تقرأ ممكن تقرأ فهذا يعني ممكن 86 87 ستحة هو بسعر يعني أظن بـ 12 دولار تقريبا فلمن أراد يعني فده هذا تقريبا الموضوع يعني ليش ليش اتركت المسألة وأنا بتصور بعد ذاك الظاهرة يعني في بعض الناس بيحاولوا يكتب فيها يعني كل يوم كل يوم بيطلح كتاب جديد عن هذه الظاهرة لأنه كل يوم نحن بنتشف يعني في في إشكالات يعني أنت يعني مثلا فيسبوك الآن الناس مثلا في هذه المنطقة الناس واخذ كثير على فيسبوك أنه مثلا والله يعني مثلا ما يجري في غزة والناس بتحاول على الأقل هذا التعاطف التعاطف البسيط مع هذه القضية الكبيرة والمهمة فيسبوك لا يسمح للناس أنهم يعطوا تعاطفهم وكذا فبالتأكيد هو يعني سيجد النقد الكبير جدا من الجمهور الموجود في في هذه الزاوية من العالم زي ما ذكرت أنه إمكانية يعني مثلا الناس في ميانمار الروهينغ المسلمين بالتأكيد يعني حالقين على فيسبوك لأنه ساهم في حسابات كثيرة جدا ساهمت في يعني في تعميق بأساتهم في إراقة المزيد من الدماء أو على الأقل يتهم بذلك إلى أن حتى أنه نحن يعني لا نطلق الحديث لكن صاحب هذا الكتاب ماكس فيشر اتهم هذا وجه اتهمات يعني وهذا يعني هذا موجود وسائل التواصل يعني هي طبعا نحن ذكرنا فيسبوك لأنه على الأقل هذا المتوفر منه لكن بالتأكيد وسائل التواصل وحتى اليوتيوب يعني متهم بهذا يعني أنه مرات بيسمح بيسمح بيحزف بيحتواء أو ما بيسمح لك بنشر محكم فهذه هي الاشكالية جميل طيب أستاذي نحن في مسألة الرغابة والمسألة دي أكيد خلافة الضوابط الممكن تكون عاملاها الدول حتى المواقع ذاتها عندها الضوابط المعينة يعني الآن في مسيطر في العالم طبعا السناب شات والتيك توك وكذا دي مواقع سريعة إنستجرام إنستجرام خاصة التيك توك لأنه تجد فيه تفاعل اللايفات والصورة حلوة جميلة بالفلاتر وهوس كبير جدا جدا أن الناس مهووسة بالظهور بالظهور يعني بصورته كيف هذه الصورة تظهر أنا أكلت وأنا شربت وأنا ركبت وأنا نزلت تشارك بكل تفاصلك اليوم المسألة عندها خطورة كبيرة جدا جدا وعندها يعني محاسن ومساوي مثلها مثل كل شي يعني في الحياة ممكن يكون في حاجات كثيرة فيها محاسن وفيها مساوي آآ أنه نحن كسودانيين أنا دار أجيك هسا للوكل كده أنه نحن كسودانيين بنشاهد وبنشوف آآ حاجات كثيرة جدا جدا في السوشال ميديا خاصة في في المواقع السريعة ما فيها ضوابط حتى ممكن تكون فقدت للحياة وفقدت لقيمتنا السودانية ولتفاصيلنا الكثيرة جدا جدا الأسباب يعني ممكن أنتو كناس علميين في المسألة بتاعت العلام الرقمي هذه يعني ممكن تكون الجوانب بتاعت تأثير الدولة أو الظروف البيتمربي الدول وممكن الجوانب الاقتصادية ممكن تفرغ الحاجات في المواقع هو أستاذنا البروفيسور عبد الله الإبراهيم ربنا والعافية والصح والسلام البروفيسور عبد الله إبراهيم زمان كان عنده عنده مسرحية اسمها السكة حديد قربت المسافات كويس وكذلك كويس فال هذه المسرحية يعني تكلمت عن جانب جميل في السكة حديد والقطار وكذا يعني أنت بالتأكيد متابعة الترس السوداني الأغاني المرتبطة بالقطار القطار المرة ومرة فيه حبيبي كويس بالعليمة مرة يشيلت محمول والقطار يتكسر حتة بعدها قطر محمود قطر محمود المرة من الأسكيل لحد ما وصل نفط وين وصل لحد وصل جبا ففي القطار مثلا ليش احتفين فيه لأنه كان وسيلة للتواصل وكذا برغم أنه شال محبوبات وكذا ودعوه علىه يتكسر حتة حتة فإنت فيه هذه الوسائل فيها جوانب جيدة يعني نحن حتى عندنا نحن في السودان وفي النهاية نحن 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 مهم نعم قطار الشوق بطير طرح التواصل نحن 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 شوف نحن لا يمكن أن تنفصل عن العالم نحن جزء من هذا العالم ومين اللي وحد هذه المشاعر هذه وسائل التواصل هي اللي خلقت هذا التوحيد يعني هي اللي وحدت ما بين ما بين الناس في كل مكان تقريبا والسلوك تقريبا يمكن يشبه بعض مع بعض الخصوصيات طيب مثل ما أنه هذه الوسائل عندها يعني جوانب مضيئة أو كده أيضا عندها جوانب سلبية لكن أنت لا تستطيع يعني أنت بتكلم عن قيم يقول لك واحد لأخ أنا ما فيش حاجة اسمها قيم أنا عندي حرية أنشر لأنا عايز أنشر أكلي وأنشر جدا تتحكم لكن هذا عايز توعية يعني آليا ما تستطيع تتحكم فيه أنت يعني لأنه ممكن يتجاوز يعني الدول الآن ما أصبحت تقدر تعمل هذا لكن لأن المستخدم ممكن يتجاوز هذا في الـ ممكن يتجاوز المسألة بتاعة الحظر يتجاوز حاجات كثيرة جدا فليس الحظر الحظر ليس هو الحل لكن الحال التوعية يعني أنك بتشتغل بتشتغل في الناس تحاول توعي الناس أنه والله يا أخ هذه الوسيلة استفيد من جوانب المضيئة استفيد منها في أنك تنقل المحتوى جيد أنت نفسك حاول أصنع المحتوى الجيد ووزع هذا المحتوى المفيد وتحارب المحتوى المفيد للناس يا زي أنت مثلا الآن نحن في محنة وفي مأساة وفي ابتلاة كبير جدا في السودان فخلينا نستخدم السوشال ميديا في أنه والله نتكلم عن النفير يعني خلينا نصور تيك توك مقاطع تيك توك عن التكاية اللي اللي بتأكل الناس خلينا نصور نتكلم عن الرجل اللي مثلا أنا أعرف واحد يعني هو في منطقة القضارف كل الذين نزحوا من مناطق سنجا ومناطق الدندير وكذا هذا الرجل يعني أقام لهم ما يمكن نسميه تكية كبرى يعني اشترى لهم الفرشات ويدفع الفلوس وسلال الأغذية وكذا هذه جوانب مضيئة خلينا نحن ننشر هذه نحن نركز على هذا نركز على التلاحم اللي حصل ما بين الناس الأسر اللي طلعت من الخرطوم وفاتت الشمالية وفاتت أي مكان تاني وجدت الاحتضان وجدت الناس النمازج الناس اللي طلعوا من الخرطوم مثلا وراح الشمالية ولبسوا العراري وشالوا الآلات الزراعية وزرعوا الموظفين اللي عملوا مزارع هذه نمازج جيدة خلينا أنا أنشر هذه النمازج إيجابيات كبيرة هذه إيجابيات يعني هي يعني زي ما بقولوا دي جانب آخر موجود من هذه المأساة في جوانب حلوة تضامن الناس كذا خلينا أنا أنشر هذه المسائل بدل يعني أنشر أنه وزع الكراهية بالضبط أو في قمة هؤلاء الناس ونأجيب حفلات يعني الناس بتموت من الفيضانات ونأعمل حفلة والله عمل كذا لا هذا ليس من الزوق يعني أنت لا تمنع واحد تقول لا تنشر هذا ولكن ليس من الزوق وليس من يعني من الحصافة أنه في الظل ظروف مثل هذا الناس تغني وطرقص هذا جانب سيء لكن يجي واحد يقول لك يا خلو حر ما بتقدر تقوله لا لكن أنت لو وعيت لو حاولت توعي حاولت تقول والله نحنا في ظل هذه الظروف مفروض محتوانا يكون في هذه المستويات تكلم عن عن الإيجابيات عن الجوانب الإيجابية عن النماذج تكلم عن نماذج جيدة ومضيئة تتخلقت أثناء الأزمات فهذه النماذج هي الجديرة بأنها تخرج وتطلع حتى تحترم من قبل الآخرين نعم وحتى زي ما قلت تحتدى أيضا يعني 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 أنت نم تشوف واحد هذا منفق يعني وتكفل بإنفاق الناس ودفع المليارات وكذا تحميس الآخر أمكن يجو واحد يعمل زيه أكيد المسألة الجوانب الإيجابية فيها ممكن لو استخدرناها بشكل مميز ممكن ما نشاهد الشيء الذي نشاهده الآن في السوشال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي في السودان أو في كل مكان في العالم يعني الوطن العربي أصبح كل من يملك هاتف يصنع محتوى نعم ما هو نشوف هذه الزاوية أنت يعني من الذي سيوجه هذه الآلة التوجيهة الجيد أنت لا 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 تتصور أنه ناس ممكن كلها تكون بهذا التصرف لكن في ناس في آخرين في ناس بتصرف بشكل جيد لكن أيضا توقع من الآخرين أن لا يتصرف وتصرف إن جيد تحاول وعي لكن أن تمنع خالص من الصعب لا يمكن أن نصنع ذلك ولكن أن نوعي أنه بهذه الوسائل في جوانب أخرى نستطيع أن نعمل فيها حتى ممكن نجني فيها فلوس يعني أنت بدل الوقت يتضيع في أنك تنشر محتوى سيء ممكن تعمل محتوى جيد ويجيب لك فلوس بس الناس يقول زا ترى لو أنت تنزل محتوى جيد وهادف لا يمرع هذا لا يمرع أنك تكون حاضر بالمحتوى الجيد إذا أثرت في القليل فربما هذا القليل يؤثر في قليل آخر أستاذ عثمان والله أنا سيد جدا جدا وتحدثنا الليلة في موضوع مهم موضوع الإعلام الرغمي وتحدثنا على السوشال ميديا بشكل عام وانت صاحب شان وخبير أكيد الموضوع موضوع كبير وفتفاض جدا جدا ممكن يكون فيه حلقات وحلقات كثيرة جدا جدا لكن نحن قدرنا نوصل الليلة في أجمل زاوية عدد من المقاط المهمة جدا جدا في إعلام الرغمي وفي السوشال العام أنا شاكر لك كثير الله شكرا جزيلا هو فعلا كما ذكرت أنه الموضوع واسع ولا يمكن أن نحيط به في حلقة أو حلقتين صح وربما أنا حتى لا أكون الذي ربما في آخرين غيري يعني هم أكثر وأطول باعا في الحديث عن هذا الموضوع ربما يفصلوا أكثر أنا فقط حدثت عن ما عيشته خلال هذه 28 سنة تقريبا في هذا المجال مجال متطور ومجال يتجدد كل يوم وغط لا تستطيع أن تلاحقه وأجمل ما في هذا المجال يعني نحن الآن مثلا وجودنا هنا عبر هذه المنصة عبر البودكاست هذا السهل التلقي وسهل الإعداد أو تستطيع أن تستمع للبودكاست وأنت تراكب سيارتك وأنت نايم وأنك كده إمكانية هذه أيضا هذه من الجوانب الجيد وأيضا البودكاستات المتخصصة يعني زي هذا البودكاستكم يعني وأنا سعيد بكم وأتمنى لكم المزيد ويعني وأنا تابعت عندكم حلقات الله يكرمكم مع ناصر ربما أكثر إفادة مني الله ينتم مفيد للغاية هذا تواضع منك أستاذ العفو شكرا جزيراً لتمثيل ما نبخل عليكم يكرمنا بعمل الجميل جداً شكراً لكل الناس شهادتنا شكراً 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 بلادي وبحبك شديد بلادي وبحبك أنا